الأخ حمداني الشيخ يسأل يقول وضع السجدات يعني يوم الجمعة يحجز بها مكان ونحن نأتي الساعة العاشرة لا نجز مكانا هذا لا يخلو من حالين الحالة الأولى أن من يحجز المكان في المسجد سواء يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة يحجز المكان ولا يأتي للمسجد إلا متأخرا فليس له الحق في هذا الحدث وللإنسان إذا أتى أن يزيل هذه السجادة هو أن نجز مكانها ومن سبق إلى مكان فهو أحق به والأحق لمن أتى للمسجد مبكرا الحالة الثانية أن يأتي للمسجد مبكرا لكن يعرض له عارض كان يحتاج للذهاب لدورة المياه مثلا هنا لا بأسان يحجز مكانه إنسان مثلا أتى للمسجد مبكرا أتى للمسجد الجامع مثلا الساعة التاسعة مثلا لكن مع هذا الوقت الطويل احتاج أن يذهب لدورة المياه هنا لا بأس أن يحجز هذا المكان يضع ما يبين هذا المكان محجز له لأنه أصلا أتى المسجد مبكرا وإنما خرج لعارض خرج لدورة المياه وسيرجع لمكانه فهذا لا بأس به أما أن يأتي للمسجد متأخرا ويحجز له مكانه فهذا ليس له لكن ما موقف من أتى مبكرا ورأى أن المكان قد حجز هو شرع أن يجوز له أن يزيل هذه السجادة وأن يجلس مكانه لكن إذا خشي أن يترتب على ذلك مفسده فينبغي أن لا فعل ذلك لأنه ربما يواجه بعض الناس يعني والناس يختلفون هناك بعض الناس أحمق ربما لو أتى ووجد أن هذا قد أزال سجادته تعارك معه وسبب له مشاكل فينبغي أن يدرع عن نفسه ولذلك ينبغي أن يكون التوجيه من إمام المسجد ومن الخطبة والدعاة وتوعية الناس بهذه المسألة لكن إذا أتيت ووجدت سجادة في هذا المكان فالذي أنصح به أن لا توزيلها لأنك لو أزلتها لا تدري عن عقلية صاحب السجادة ربما يكون عنده حمق ويتسبب في مشاكل يتسبب في مشاكل معك وتأتي لبيت الله عز وجل ثم تجد ما يتعارك معك وربما أيضا يخرجك أمام الناس ويتسبب في حراجك أمام الناس يقيمك من هذا المكان يعني ما تدري عن عقلية الناس تختلف فلذلك الذي أنصح أنك لا توزيلها بنفسك لكن هذه الإزالة لما تكون إما من إمام المسجد أو من الجهة المسؤولة أو نحو ذلك نحو ذلك نحو ذلك